اشتركوا في القناة ارض الواقع وجعلت منها نموذجا للعديد من دول العالم حيث سيساهم ذلك في نجاح اعداد التقرير الوطني الطوعي الذي ستقدمه المملكة للامم المتحدة في يوليو المقبل دور الامم المتحدة هو دعم الدول مثل مملكة البحرين في كيفية نقل الخبرات لادخال اهداف التلمية المستدامة في الفكر التنموي وفي السياسات التنموية الموجودة على ارض الواقع رؤية البحرين 2030 قائمة على ثلاث مبادئ اساسية الاستدامة التنفسية والعدالة هذه الثلاث مبادئ متضمنا اريد في اهداف التنمية المستدامة هي بداخل اهداف التنمية المستدامة وعشان كده بقول ان في خبرات في البحرين لان الرؤية البحرين 2030 جاءت قبل اجندة 2030 لما تم الاتفاق عليها في عام 2015 خلال زيارتي لمملكة البحرين وبعد التحدث والنقاش مع مختلف الادارات والهيئات الحكومية والبنوك اتضح لنا ان البحرين بلد ملتزم بتنفيذ اجندة التنمية المستدامة ولديه العديد من المبادرات التي تأخذ في عين الاعتبار وتعتبر نموذجا ناجحا يمكن الاحتذاء به وانا واثقة بالجهود التي بذلتها حكومة البحرين والتي بالامكان ان تقدم كنماذج للعديد من دول العالم كمبادرات ناجحة في مجالات عدة كالاسكان وتمكين وهيئة تنظيم سوق العمل وغيرها من التجارب التي اطلع عليها الوفد والتي تمتلك درجة عالية من الجودة ان البحرين بموقعها المتميز وبما تمتلكه من مقومات ونجاحات لديها من المؤشرات الممتازة التي ستتعم بها تقريرها الطوعي